بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون حل البرلمان الجزائري وتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد في أول خطاب له بعد عوته مباشرة من ألمانيا وقال السلطة المستقلة هي التي تتولى تنظيم الانتخابات وليس بإمكان الرئيس التأثير عليها وأكد أنه بش يتم إجراء تعديل حكومي خلال يومين فقط يشمل عديد القطاعات اللي فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن قرارات قوية قرارات متجهة لمصلحة الوطن والمواطن الجزائري لقد ترحاب عدد كبير بينما لقد رفض كبير زادة من أطراف أخرى في الجزائر لكن بش نحكيه وعلى تونس الشقيقة تونس شقيقة الجزائر ونظرا لأنه الأخبار الشقيقة الجزائر تهمنا فإنه الأخبار هذا راج بصيفة كبيرة برشة على مواقع التواصل الاجتماعي التونسية الناس لكلها تنقلت هذا الخبر وشقة كبيرة جدا متوينسا رحبوا بالفكرة وقالوا إن شاء الله التم في تونس والرئيس التونسي قيس سعيد يخو نفس الموقف ونفس القرار لحلها البرلماني اللي قاعد يعمل في المشاكل ويأزم في الأوضاع السياسية في البلاد ويتناحروا سياسيا لكن ما فماش غيره على مصلحة المواطن ومصلحة الوطن وكل شيء معطل والبرلماني يتحدى رئيس الجمهورية وقاعدين في عركة سياسية لا أمل منها برشا مطالب للشعب التونسي من الرئيس قيس سعيد أنه يحل البرلمان اليوم ويمشي في نفس الخطى مع امتاع نظير الجزائري عبد المجيد تبون هل يستجيب قيس سعيد لحل البرلمان؟ هل يجرؤ على حل البرلمان التونسي؟ هل يجري استفتاء لهذا الحل؟ أم أنه بش يبقى فقط صامت ويدفع نحو تأزيم الأوضاع السياسية في تونس؟ كل هالدعوات هذه في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي تعزز مكانة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشكل ضغوطات كبيرة عليه من أجل حل البرلمان هذا المطلب الشعبي اليوم في انتظار أنه تم اتخاذ قرار في هذا الشأن ما زلنا في متابعة للأوضاع في تونس وشقيق الجزائر ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوسي لكم الفيديو القادم